اشتركوا في القناة انني مجهول الماضي والتاريخ ولهذه الاسباب سوف تكون هذه الفيديو عبارة على بطاق التعريب اولا اريد ان اشكر جميع الاخوة والاخوات الذي دعموني وشجعوني طوال هذه السنة واقول لهم سعيكم مشكور واجركم عندما ترون البسمة على شفاه الاجيال القادمة وارجو ان تواصلوا في دعم هذه القناة حتى تصبح معروفة اكثر فاكثر وشكرا اسمي محمد كريم العبيدي ولدت في تونس العاصمة في باب العسل في اربعة اوت 1966 من عائلة جدا متوسطة وعادية درست الابتدائية في تونس العاصمة السنوات الاولى ثم انتقلنا للعيش في اريانا حيث اكمل دراستي الابتدائية في مدرسة الفردوس باريانا حي النزهة كنا عائلة تونسية عصرية لا احد منا يصلي الا الكبار في السن كلنا نشاط وشباب وحيوية نحب العلم والدراسة ولنا طموحات جدا كبيرة نحو المستقبل فجاء الاسلام اولا ثم الاسلام السياسي فدمر الطفولة والعلم والحب والحيوية والشباب والطموح الى الابد في عائلتنا ومنذ ذلك الوقت عرفنا ثقافة الموت وعذاب القبر والحساب والعقاب واصبحنا نعيش في عالم اخر غير هذا العالم الذي ولدنا فيه ورأينا نور فورة اسلامية دمرت العائلة للابد مما جعل امي تتمرد على هذا الاسلام وترسلني الى فرنسا ثم تلحق بي وتحاول ان تنقض ما يمكن انقاضه من بقية العائلة بعد انهاء الدراسة الابتدائية سافرت مع خالي الى فرنسا سنة 1980 وكنت ابلغ من العمر 14 سنة واكملت دراسة الاعدادية في باريس كانت امي تتصور بارسالي الى فرنسا هربتني من الاسلام والمسلمين لكي اعيش حياة عادية ولكن مع الاسف عام 1982 بعد سنتين من وصولي الى فرنسا بدأت اخالت جماعات شيعية وتشيعت وسافرت عام 1983 للدراسة في طهران في مدرسة القائل كنت اتصور ان الدراسة دينية فقط ولكن عندما وصلت الى طهران اكتشفت انها دراسة دينية وسياسية واستخبارية وعسكرية وهناك تم تكويني من اجل العودة الى اوروبا والعودة الى تونس والعمل لمصلحة الحركة الاسلامية بعد سنتين ويزيد من الدراسة المكثفة اصبحت جندي اسلامي تحت الطلب تم ارسالي الى المركز الثقافي الاسلامي في بريكسل للعمل هناك مع الجالية الاسلامية وفي نفس الوقت قمت باتصال بزوج اختي صالح كركر الذي اصبح رئيس حركة الاتجاه الاسلامي عام 1985 ونسقت معه لارسال مجموعات الى سوريا والى ايران للتدريب العسكري والدراسة الاستخباراتية والدينية سنتين من الدراسة والعمل السياسي الاسلامي بين اوروبا وسوريا وايران وتونس علمت ان هناك انقلاب يتم تحضيره في تونس ولم اكن اؤيد هذه الفكرة ووقع لي خلافات مع الحركة الاسلامية التي كنت اعمل معها في ايران وعدت الى تونس من اجل التنبيه لخطر هذا العمل ليس لانني ضد قيام دولة اسلامية وانما ضد فكرة الانقلاب وكنت اؤمن ان التغيير يجب ان يكون من القاعدة الشعبية عندما وصلت الى تونس قادم من اسبانيا بداية 1987 وجدت ان التحضير للانقلاب على قدم وساق والمظاهرات تخرج كل يوم تقريبا من كل مناطق تونس وعمليات ارهابية مصاحبة لها مثل ماء الفرق والزجاجات الحارقة وغيرها من الاعمال التخريبية ضد المؤسسات والمنشآت العمومية ذلك الوضع المحقون الذي عاشته تونس في بداية 87 مذكرني ما عاشته عائلتي عام 1975 عندما تغلغل الاسلاميين الى عائلتي وتزوج ثلاثة من الاتجاه الاسلامي ثلاثة من اخواتي ولهذا بدأت اتصل بالاشخاص الذي اعرفهم لكي انبههم للخطر الذي يهدد تونس ولكن مع الاسف لم يستمع الي احد وتم القاء القبض علي وعلى المجموعة التي كنت معها وقد تم اتهامي بتكوين عصابة مسلحة والتعامل مع سلطات اجنبية وهذه التهم يمكن ان تؤدي بي الى حبل المشنقة لقد تم سجني اكثر من ستة اشهر عرفت فيها كل انواع التعبيب والاهانة والذل ولكن اكتشفت كثير من الامور وخاصة خبث السياسة والسياسيين حيث علمت ان القاء القبض علي وعلى المجموعة التي معي لم يكن صدفة بل نتيجة صفقة قام بها عناصر من حركة الاتجاه الاسلامي موالية لرشد الغنوشي مع جهاز الامن التونسي من اجل ضرب صالح كاركر الذي كان المنافس السياسي القوي لرشد الغنوشي في ذلك الوقت وفي نفس الوقت من اجل التقرب الى النظام الحاكم لعله يكسب بعض المصالح ولقد استغلى بن علي في ذلك الوقت الوضع الغير مستقر وشجع على الفوضى وسمح للاسلاميين بقيام باعمال تخريبية من اجل ان يقوم هو في الاخير بالانقلاب على بورجيبا والظهور بمظهر المخلص لتونس من الاسلاميين وبعد انقلاب 7 نوفمبر 1987 تم اطلاق سراحي في صفقة التصالح والعفو التشريعي العام الذي قام به بن علي اتجاه كل المساجين السياسيين منذ ذلك الوقت فهمت ان السياسة والسياسيين في بلداننا لا يخدمون الا مصالحهم الشخصية او مصالح حزابهم سوى كانوا اسلاميين او شيوعيين او ليبيراليين ومفماش حتى جرام من الوطنية مش مهم الشعب يموت المهم انهم يوصلوا للهداف متاحهم هذك علاش قررت بش نطلق السياسة والسياسيين ونعيش حياة عادية وبالفعل لقد تزوجت واردت ان اعيش انسان عادي ولكن ولكن المشاكل المادية مع التضيقات الدولة وتهديدات الاسلاميين تركتني اغادر تونس نحو سوريا لأكمل دراستي هناك واتفرغ للدين بعيد كل البعد عن السياسة والسياسيين وبالفعل سنة 1988 غادرت تونس نحو سوريا وهناك في السيدة زينب اكملت دراستي على يد السيدة الطبطبائي وفي نفس الوقت ادرس وادرس في مدرسة المغرب العربي او المغرب الاسلامي وبعد مدة طلبت من زوجتي انذاك ان تلحق بي الى سوريا مع ابنتي زينب وبالفعل تم ذلك بعد اكثر من سنة من الدراسة حدث ما لم يكن في الحسبان جاءت مجموعة من الجزائر عام 1989 تقول انها من جماعة بوي علي وعلمت من خلالها ان حركة النهضة او الاتجاه الاسلامي باتصال مع الحركة الاسلامية في الجزائر من اجل زعزعة الامن في الجزائر والاستيلاء على السلطة وبالطبع لم استطيع ان اصمت وذهبت لمقابلة المسؤولين لاعلامهم بالامر في الحركة الاسلامية وفجئت اني وجدتهم يعلمون بذلك وانهم هددوني ان اصمت وان اغادر سوريا فورا وان لا اعرض نفسي وعائلتي للخطر وبالفعل غادرت سوريا نحو فرنسا وارسلت زوجتي وابنتي الى تونس وذلك بمساعدة القنصلية الفرنسية في دمشق قررت في فرنسا ان اكمل دراستي وبالفعل سجلت في المدرسة الليبية في باريس واكملت دراستي ثم سجلت في المدرسة العراقية في باريس ووصلت الى مستوى البكالوريا وهناك تعرفت الى تهديدات من طرف حركة الاتجاه الاسلامي في باريس جماعة صالح كاركر فاضطريت للخروج من باريس نحو اسبانيا حيث جلست مدة في اسبانيا ثم ذهبت الى المغرب وبقيت اتجول بين المغرب وتونس الى ان استقريت عام 1992 في المغرب مدة خمسة سنوات قبل ان استقر في المغرب سلمت الى احدى اخواتي تجربتي مع حركة الاتجاه الاسلامي ومع الحركة الشيعية في ايران على شكل كتاب متكون تقريب من 300 صفحة وذهبت لكي اعتزل الدنيا في المغرب واتبع الصوفية وانغمس في الاعمال الروحية بعيد على ظاهر الدين وبعيد كل البعد على السياسة خلال الخمسة سنوات هذه في المغرب خاصة في مدينة جدير عشت تجربة صوفية فريدة من نوحة انتجت ان كتبت كتاب اطلقت عليه الله السفر المطلق او تاريخ الله متكون من عدد اجزاء وارسلت نسخة منه الى اختي في فرنسا عام 1997 علمت ان اختي استطعت ان تصدر الكتاب الاول اللي كتبته حول تجربتي في الحركات الاسلامية تحت اسم كريم اخي متطرف سابق وارهابي سابق في فلاماريون في باريس ولهذا قررت ان اعلم السلطات المغربية بوجودي في المغرب وان احصل على اوراقي ولكن مع الاسب السلطات المغربية ظنت اني سحراوي وتم القاء علي القبض من طرف فرقة من الرباط تحت اشراف ادريس البصري وتم تعذيبي مدة اكثر من اربعة اشهر ثم ارسالي الى موريطانيا ومن هناك عطت الى تونس من سنة 1997 منذ ان عطت من المغرب الى تونس بقيت اتنقل بين تونس وفرنسا الى سنة 1999 حيث اصيبت امي بسرطان في المخ وبعد موتها عام 1999 قررت ان استقر في تونس واعلنت الهادي وبدأت في الحرب ضد الاسلام وكنت اؤمن بان الحرب ضد الاسلام هي حرب فكرية بحتة ولهذا طلبت من السلطات التونسية ان تمكنني من خلق جمعية ثقافية من اجل ان توعي الناس والثقافهم وتعرفهم حقيقة الاسلام من اجل ان يتحرروا وبالفعل تم تكوين جمعية ثقافية في فرنسا اطلقنا عليها IME يعني من هنا وهناك ولكن ما عنه وتم تأسيسها عام 1999 وهي اول جمعية متع مسلمين سابقين تم فتحها في اوروبا ثم عام 2001 تم تكوين جمعية موازية لها في تونس اطلقنا عليها جمعية ضفة البحر الابيض المتوسط وهي اول جمعية لمسلمين سابقين في العالم العربي الاسلامي وكنا نصدر مجلة شهرية باللغة الفرنسية اسمها تماتيك توزع في تونس والمغرب وفرنسا كما نقوم بعدة نشاطات ثقافية واجتماعات سوى في تونس سوى في فرنسا ونظمنا مؤتمرات ومظاهرات وقمنا بعدة انشطة جمعيتية وكنت الكتب العام للجمعية الثقافية التونسية كما كنت المشرف على اصدار مجلة تماتيك وكنت انظم رحلات ولقاءات ونقاشات حول الالحاد واللادينية والفكر الاسلامي كنت اؤمن ومازلت اؤمن ان محاربة الاسلام لا يتم بالمنع والتضيق وانما بالنقاش والحوار والحرية الفكرية لان الاسلام فكر مدمر نازي لا يقوى ولا يصبح قوي الا في المنع وفي السرية وفي الجهل والتخلب والفقر ولهذا كنت اؤمن ايمان قوي ان الحرية والعلم هو واحد لنجم يقضي على الفكر الاسلامي المدمر ولهذا قمنا بعدة مؤتمرات ومنها المؤتمر متع 2005 في باريس اطلقنا عليه اسلام ضد اسلام واستدعينا كثير من المرتدين عن الاسلام القوا كلمة في هذا المؤتمر وكانت اخر نشاطات الجمعية الثقافية سواء الفرنسية او التونسية لان بعد ذلك تم منع المجلة اللي نصدرها في تونس وتم منع اي نشاط جمعياتي وتوقيف كل الانشطة وتم اجباري على البقاء في البيت تحت الاقامة الجبرية الغير رسمية بعد عودتي من باريس عام 2005 الى تونس تم مذايقتي بكل الطرق مرة يتم استدعائي من طرف الداخلية ومرة اخرى يتم استدعائي من طرف الشرطة ومرة اخرى من طرف الحرس الوطني واصبحت حياتي شبه جحيم لا استطيع ان التقي مع اي انسان كل انسان التقي معه تقع له مشاكل ويتم ايقافه او تنبيهه حتى اني لم اعد اخرج من البيت الا نادرا وكلما اكتب مقال واضعه على الانترنت يقطع علي الانترنت وابقى بلاش انترنت مدة اسابيع اذا نتيجة هذا الضغط توقفت عن كل النشاطات واكتفيت بالمطالعة وتفقيف نفسي وذلك الى سنة 2011 عندما هرب بن علي من تونس وعادوا الاسلاميين الى تونس بشوية بشوية في كل البلاسة وجاتني تهديدات مباشرة وغير مباشرة اجبرتني على مغادرة تونس نحو هولندا وفي شهر سبعة 2013 كما تول عام اللي فات قررت نواصل حربي على الفكر الاسلامي العروبي العنصري النازم حرب فكرية بحتة بشلعبين اللي يقولوا رواحهم مسلمين يعرقوا اسلامهم بالجداء ويطبقوه على القواعد متاعه السليمة مش مجرد كل ما يقولوها نحنا مسلمين وهما في الحقيقة وهمش يطبقوا حتى شي من الاسلام مسلمين بالاسم وهذه هي المشكلة الكبيرة اللي واقعين فيها رأنا احنا دول شمال افريقيا او الدول الاسلامية بصفة عامة الغير عربية والتي تظن نفسها عربية راه ما هيش بش تتقدم وما هيش بش تتطور وما هيش بش تولي دول محترمة كان ما تحملش هويتها الحقيقية وهويتها الحقيقية هي تاريخها الطويل الذي يمتد قبل الاسلام بآلاف السنين احنا شمال افريقيا هويتنا امازيغية لازمنا نقطع كليا مع العروبة ومع العرب ونبني دولنا على حسب تاريخنا ويكون عنا قيمتنا وكياننا الذاتي والاسلام اللي يمكن نقبل به هو الاسلام اللي ما يتجاوز الخمسة اصول الدين هي الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج بين قوسين وغير ذلك فهو استعمار وقومية عربية متسترة بالدين وتحت غطاء الاسلام لا يجب الاسلام ان يتدخل في حياتنا الاجتماعية والشخصية والعائلية وخاصة السياسية وغير ذلك فهو استعمار وقومية عربية متسترة بالدين وتحت غطاء الاسلام لا يجب الاسلام ان يتدخل في حياتنا الاجتماعية والشخصية والعائلية وخاصة السياسية وبالطبع الحياة الاقتصادية من فين يفهم الاسلام في الاقتصاد الحديث ولا في السياسة ولا في اي امور تعتبر عصرية فهو يأتي من عصور غابرة لا يفهم الا في الانظمة القمعية القبلية المتخلفة المنحطة التي تقوم على القوة وعلى الصراع القبلي والصراع المتوحش الاسلام الوحيد المقبول هو الاسلام الفردي الشخصي الذي لا يتعدى المجال الفردي فقط اذا هذا هو الهدف متى هذه القناة هو تعريفكم بالدين الاسلامي وتعريفكم بالمخططات الاسلامية التي تريد ان تسيطر على العالم وتقضي على الانسانية وترجحها للتخلق والجهل والانحطاط نظن الفكرة واضحة ومرحبا بكم في قناة ملحد تونسي اتعلموا دير رب وبالسلامة وكل عام اكثر واكثر ناس يخرجوا من الاسلام اشتركوا في القناة